اشتركوا في القناة الرحمن على العرش استوى وصفت ساع العرش بان السماوات السبع كمثل حلقة في صحراء بالنسبة للكرسية وكذلك الكرسي كمثل حلقة في صحراء بالنسبة للعرش فعن ابو ذر الغفاري قال قلت للنبي يا رسول الله ايما انزل عليك اعظم قال اية الكرسية ثم قال يا ابا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي الا كحلقة ملقاة بارض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة وان عرش الرحمن عز وجل هو اعلى المخلوقات وانه على الماء فقد قال الله تعالى في سورة هود وكان عرشه على الماء وعن عبد الله بن مسعود قال ما بين السماء القصوى والدنيا خمسمائة عام وبين الكرسي والماء كذلك والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من اعمالكم وان العرش لهو اثقل المخلوقات وزنا فعن جويرية بنت الحارث قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم خري من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو زنت بما قلت منذ اليوم لو زنتهن سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وان للعرش قوائم كما جاء في الحديث الشريف يصعق الناس فاكون اول من يفيق فاذا بموسى باطش او قال اخذ بقائمة من قوائم العرش وعرش الرحمن عز وجل من اهم اول المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وله حملة من الملائكة يحملونه بقدرة الله عز وجل دائم التسبيح من افضل واشرف الملائكة عند الله سبحانه وتعالى وثبت ذلك في القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وقال تعالى ايضا في سورة الحاقة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وقد قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى امر جميع الملائكة ان يغضوا ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلا لهم على سائر الملائكة وقال ابن عباس ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم الا الله ويقول ابن كثير يخبر الله عن الملائكة المقربين من حملة العرش ومن حوله من الملائكة بانهم يسبحون بحمد ربهم وقد اصطفى الله تعالى من ملائكته هؤلاء الثمانية ليقوموا بوظيفة واحدة وهي حمل عرش الرحمن عز وجل وعددهم ثمانية ملائكة والملائكة تسبح على جوانب السماء ويحمل عرش الله يوم القيامة عندما تقوم الساعة ثمانية من الملائكة وقيل ثمانية صفوف والله اعلم بعددهم وقال شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا يوجب ان لله عرشا يحمل ويوجب ان ذلك العرش ليس هو الملكة فان الملكة هو مجموع الخلق فهنا دلت الاية على ان لله ملائكة من جملة خلقه يحملون عرشا واخرون يكونون حوله وتلك الايات تدل دلالة واضحة على ان للعرش حملة يحملونه اليوم ويوم القيامة وانهم ملائكة من خلقه سبحانه وتعالى وكلهم الله سبحانه وتعالى بحمل عرشه وعددهم يوم القيامة ثمانية اما عن عددهم الان ومن يحمل العرش بعد موتهم فلم تصح في ذلك اية اسانيد وقد جاء في صفات حملة عرش الرحمن ان خلقهم عظيم جدا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ان ما بين شحمة اذنه الى عاتقه مسيرة سبعمائة عام وفي الحديث الذي رواه العباس بن عبد المطلب الذي جاء فيه ثم فوق ذلك ثمانية املاك او عال بين اضافهم الى ركبهم مثل ما بين سماء الى سماء ثم فوق ظهورهم العرش وهذا يدل على ان حملة العرش الان هم ثمانية وقد اجمع السلف من الصحابة والتابعين على ان العرش عظيم خلقه الله واستوى عليه بعد ان خلق السماوات والارض وقال الامام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعا وقيل عنه ان السماوات السبعة والكرسي ما هو الا مثل حلقة في الصحراء وهذه الصحراء ما هي الا حلقة في العرش وعن ابي ذر الغفاري قال قلت للنبي يا رسول الله ايما انزل عليك اعظم قال اية الكرسية ثم قال يا ابا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي الا كحلقة ملقاة بارض فلاه وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة وان العرش فوق الفردوس الاعلى حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فانه اعلى الجنة واوسط الجنة وفوق عرش الرحمن وقد ذكر القرآن الكريم ان العرش له حملة من الملائكة وانهم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للمؤمنين فقد قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم اما عن عدد حملة العرش الآن وعن من يقوم بحمل العرش بعد موتهم فهذه امور لم يصح فيها شيء وقد ورد في كتب التفسير انهم ثمانية وقيل ثمانية آلاف وقيل ثمانية صفوف وقيل ثمانية اجزاء كل جزء منهم بعدد الانس والجن والشياطين والملائكة ولكن ذلك كله كان باسانيد لم تصح واما حمل العرش بعدهم فانه لا يلزم ان يحمل فالله سبحانه وتعالى قادر على ابقائه غير محمول على نفس الهيئة التي كان محمولا بها والمهم ان هذه الامور لا يتحتم الايمان بها تفصيلا وانما يكفينا ان نؤمن بها في الجملة وليس يترتب على معرفتها على وجه التفصيل شيء والله سبحانه وتعالى هو الذي اقام العرش والسماوات والارض وامسك الجميع بقدرته العظيمة وليس هو سبحانه وتعالى في حاجة الى حملة العرش ولا غيرهم كما قال سبحانه ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا وقال سبحانه ايضا ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره اما ملك الموت فالله يميته بقدرته العظيمة كما يشاء كما يميت غيرا والموت ليس هو ازرائيل بل هو شيء اخر وانما ازرائيل ملك موكل بالموت كما قال الله سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم فاذا اراد الله سبحانه وتعالى اماتة الوكيل فهو سبحانه على كل شيء قدير ويدبر الامر كما يشاء سبحانه وتعالى دمتم في رعاية الله وامنه